لم تمر الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا من دون خسائر هذه المرة ولأول مرة تعترف إسرائيل بأن المضادات الأرضية السورية تمكنت من إسقاط مقاتلة إسرائيلية متطورة من طراز F-16 مع توارد أنباء عن إصابة طائرة أخرى من طراز F-15 وهو ما يمثل صفعة لسلاح الجو المتطور الذي يمثل درة تاج الآلة العسكرية لإسرائيل وسواء كان الصاروخ الذي أسقط الطائرة من طراز سام أو من الصواريخ المتطورة الجديدة التي غطت بها موسكو المجال الجوية السوري فإن هذه الدفاعات أثبتت نجاعتها كعنصر ردع في أي اشتباكات مستقبلية ما يؤشر إلى تغير موازين القوى في سوريا صاروخ سوري يسقط طائرة إسرائيلية الواقعة تسلط الضوء على نظام الدفاع الجوي السوري وقدرته يعتمد الدفاع الجوي السوري بشكل شبه كامل على منظومات روسية ويمتلك الجيش السوري منصات دفاع جوي ثابتة من طرازي سام 2 وسام 5 ويصل مدى هذه الصواريخ إلى نحو 240 كم إلى جانب منصات الإطلاق الثابتة تمتلك سوريا العديد من المنصات شبه المتحركة من صواريخ الدفاع الجوي وتعتمد هذه المنصات على صواريخ سام 3 ويبلغ أقصى مدى لهذه الصواريخ 35 كم وإلى جانب هذين النوعين تمتلك سوريا العديد من أنواع الصواريخ المتحركة وتتنوع هذه المجموعة من صواريخ سام 6 وحتى سام 22 ويصل مداها إلى 35 كم كما يمتلك الجيش السوري صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف من أنواع سام 7 وحتى سام 24 ويصل مداها إلى 5 كم وإلى جانب ترسانة النظام السوري يمتلك حزب الله الموالي له مجموعة من النظم الدفاعية الصاروخية وهي صواريخ روسية معدلة أو صواريخ حصل عليها من إيران ولدى الحزب مجموعة من صواريخ سام طرازاء سام 7 وسام 8 والتي أطلق عليها اسم الشهاب الثاقب ويتراوح مدى هذه الصواريخ بين 8 كم وحتى 25 كم وتمتلك عناصر الحزب صواريخ محمولة على الكتف من طراز سام 7 وحتى سام 18 ويبلغ مداها 5 كم وخلال سنوات الحرب السورية وتدخل روسيا وإقامتها عددا من القواعد العسكرية في سوريا نشرت نظما صاروخية متقدمة للدفاع عن قواتها وأحدث تلك المنظومات صواريخ اس 400 في قاعدة حميميم الجوية معنا من بيروت الخبير العسكري والإستراتيجي خليل الحلو سيد خليل أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية حقيقة نتسأل هل صاروخ سام هو من أسقط الطائرة الإسرائيلية أم أنه صاروخ ضمن منظومة الدفاع الجوي الروسية برأيك الاحتمال الثاني برأيي أنا هو ضئيل جدا وحتى غير وارد غير وارد أن تسقط روسيا طائرة إسرائيلية وذلك لأسباب عدة أولا هناك صداقة بين روسيا وإسرائيل نتنياهو علاقاته جيدة جدا مع الرئيس بوتين وفي الداخل الإسرائيلي هناك مليون إسرائيلي يحملون من أصول روسية 400 ألف منهم ما زالوا يحملون الجنسية الروسية وغيره وبالتالي لا أظن بأن روسيا هي التي أسقطت هذه الطائرة وهناك نظام تعارف بين السلاح الجو الإسرائيلي والقوات الروسية الموجودة في سوريا والمجال الجوي السوري كان مفتوحا للطائرات الإسرائيلية حتى اليوم أما بالنسبة لتقنيا كيف أسقطت الطائرة للوهل الأولى يصعب التصديق بأن الصواريخ التي تمتلكها سوريا قد أسقطت هذه الطائرة والاحتمال الأكبر هو أن يكون ربما صاروخ سام 5 البعيد المدى وربما أطلقت عدة صواريخ وهناك أيضا احتمال لأن هناك أنباء بأن روسيا قد سلمت سوريا أو هي في صدد تسليم سوريا منظومة الـ H300 التي يمكنها أن تتعامل مع عشرات الأهداف الجوية في آن معا ورماية عدة صواريخ على الطائرة الواحدة في مطلق الأحوال إسقاط هذه الطائرة يثبت بأن الدفاعات الجوية السورية لها تقنيات وإمكانيات يمكن أن تلحق الأضرار بسلاح الجو الإسرائيلي الذي قام حتى الآن بأكثر من 140 غارة على الأراضي السورية بمعظمها استهدفت مراكز إما إيرانية بشكل مباشر وإما مخازن أسلحة لحزب الله وإما قوافل لحزب الله تتجه إلى لبنان وإما حتى بعض المراكز التابعة للنظام السوري طيب سيد خليل هنا اسمح لي في هذه النقطة يعني إسرائيل كما ذكرت كانت تصرح وتمرح وتنفذ غراتها في العمق السوري لكن السؤال هنا من الناحية الاستراتيجية ما الذي جعل دمشق ترد اليوم هل نتحدث هنا عن استراتيجية جديدة لدمشق بدأت تنتهجها ضد إسرائيل نعم هناك النظام السوري متحالف مع موسكو من جهة ومتحالف مع طهران بشكل أوسق من جهة ثانية وهناك طلاق مصالح بين إيران وموسكو وهناك تباعد أيضا الذي حصل اليوم يثبت بأن الضغط الإيراني أو التأثير الإيراني على القرار في دمشق هو أقوى من تأثير موسكو لأنه استراتيجيا موسكو بدأت منذ عدة أشهر لبل منذ عام استراتيجية تهدئة لأنها بلغت كافة الأهداف التي أرادت بلوغها في سوريا وتورطها أكثر من ذلك يجعل وزودها في سوريا مكلفا جدا خاصة وأن كل ما أرادته قد حصل النظام السوري لا يمكنه أن يذهب بعيدا دون ضوء أخضر من موسكو ولكن أيضا النظام السوري يتأثر جدا بالقرار الإيراني الإيرانيون يشعرون بالخطر في سوريا التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة بضرب القواعد الإيرانية في سوريا وقد أبلغت إسرائيل كافة العواصم العالمية بأنها لن تقبل بأن تتواجد قوات إيرانية أو قواعد إيرانية يمكنها أن تشكل خطر على جبهة الجولان وعلى جنوب لبنان في سوريا وهي تقوم بضربها ولكن بشكل متقطع أما أن تحصل القوات الإيرانية على غطاء جوي من منظومات دفاع جوي من قبل النظام السوري فهذا هو الأمر الجديد وهذا طبعا تأثير إيراني مباشر على القيادة في دمشق التي استعملت هذا السلاح لصالح القوات الإيرانية لأن القوات الإيرانية هي التي كانت مستهدفة عندما بدأت الغراط بسبب اختراق الطائرة الإيرانية في الداخل الإسرائيلي وغيره وكلنا نعرف ما حصل صباح اليوم جميل جدا جميل جدا سيد خليل اسمح لي هنا فيها التأثير الإيراني اليوم هو الذي يطغى إلى أي مدى ستستطع؟ نعم هذه النقطة واضحة حقيقة أنه تأثير إيراني على دمشق وبالتالي استخدام كل الإمكانات السورية لصالح إيران اليوم حزب الله تحدث على أن إسقاط طائرة F-16 يشير إلى مرحلة استراتيجية جديدة ما الذي يقصد حزب الله ومن وراءه إيران بهذه المرحلة الاستراتيجية الجديدة؟ وهل لبنان معني بها برأيك؟ هذه رسالة إيرانية واضحة بأن إيران لا تبحث عن تهدئة مع إسرائيل لا بل تبحث عن تصعيد لأنه في المقابل أيضا إسرائيل تبحث عن تصعيد وهذا يضع سوريا ولبنان في مهب الريح لأن إيران متواجدة في سوريا بشكل مباشر ومتواجدة في لبنان بشكل غير مباشر وربما بشكل مباشر وبالتالي المسرح السوري اللبناني بالنسبة للصراع الإسرائيلي الإيراني هو مسرح واحد والنتائج على لبنان يمكن أن تكون سلبية جدا وشبيهة بما حصل في العام 2006 ويتوعد المسؤولون الإسرائيليون وهذا ليس بالشيء الجديد يتوعدون بإرجاع لبنان إلى العصر البرونزي كما يقولون على حد تعبيرهم وهذا يعني بأن هذه المرة خلافا للعام 2006 لن يقبلوا بالضغوط الأمريكية التي طلبت منهم تجنب المنشآت الحيوية في لبنان وتجنب مؤسسات الدولة اللبنانية وهذا الشيء خطير جدا ولذلك على المسؤولين اللبنانيين التبصر جيدا لهذه النقطة واستعمال كل ما لديهم من اتصالات ديبلوماسية لمنع حدوث ذلك وحزب الله أظن بأن إذا ترك الأمر له دون طهران في هذه المرحلة ليس بوارد أن يشعل حربا مع إسرائيل في الجنوب اللبناني إذ أن أكثر من نصف قواه موجودة في الداخل السوري ولكن القرار في هذه المسألة ليس بيد حزب الله إنما بيد طهران وبيد تل أبيب طبعا وبالتالي الهدوء الذي شهده هذا النهار بعد أحداث هذا الصباح بعد ضرب 12 هدف في الداخل السوري هذا الهدوء هو هدوء هش ويمكنه أن يشتعل بأي لحظة لأن الوضع في المنطقة متشنش جدا هو بالفعل هدوء هش لأن نتنياهو قبل قليل عبر لبوتين أنه سيمنع أي تواجد إيراني في سوريا وبالتالي إذا تم تصعيد الموقف بشكل أو بآخر سواء من إيران أو من إسرائيل نحن نتحدث عن جبهات متعددة لإسرائيل نتحدث عن استنفار في قطاع غزة عسكري لمختلف الفصائل هناك حزب الله في جنوب لبنان ونتحدث عن سوريا تواجد إيران بشكل كبير السؤال هنا وباختصار روستاذ خليل هل تقوى إسرائيل على مقارعة جميع هذه الجبهات دفعة واحدة؟ نعم ميزان القوى هو بشكل واضح لصالح إسرائيل ومنذ نهاية العام 2006 شهدنا عدة مناورات عسكرية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإسرائيل بمفردها حيث افترضت هذه المناورات بأن هناك هجوم على أكثر من جبهة على إسرائيل لبل هجوم رباعي هجوم بالصواريخ الإيرانية البعيدة المدى من داخل إيران هجوم من جنوب لبنان هجوم من الداخل السوري وهجوم من غزة المناورات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية شملت كل هذه الجبهات ووضعت إسرائيل في هذه الفرضية وأحيانا كانت هذه المناورات بمشاركة أمريكية إذ هناك جنود أمريكيين يشغلون بطاريات البيتريوت الثلاثة في صحراء النقب كما أن هناك قطع بحرية أمريكية في بناء حيفا مزودة بصواريخ الإيجيس التي يمكنها أن تعترض الصواريخ الإيرانية البعيدة المدى وبالتالي نحن في عدم استقرار شديد وخاصة وأن واشنطن موقفها واضح إلى جانب إسرائيل والموقف بين إيران والدول العربية ليس جيدا مما يضع العالم العربي في هذا الصراع على الحياد ربما لأن الخصومة بين إيران والعالم العربي والخصومة بين إيران وإسرائيل جعلت من الوضع الاستراتيجي من العرب جميعا أكان من المملكة الأردنية الهشمية أو عرب الخليج وغيرهم تجعلهم محييدين في هذا الصراع شكرا جزيلا لك وبالتالي ميزان القوى كما قلت هو لصالح إسرائيل بشكل واضح والحرب إذا حصلت ستكون فعلا مدمرة وسيدفع سمانها المدنيون كمثل العادة شكرا جزيلا لك أستاذ خليل الحلو والخبير العسكري والاستراتيجي حدثتنا من بيروت